السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معكم مازن المصري تحياتي لكل المتابعين فيديو النهاردة مهم للغاية خليك فاكر الفيديو ده احفظه عندك لان انت هتحتاجه فيما بعد في عشرين تلاتة وعشرين ده مش تنجيم ولا حاجة ولكن هتفهم انا ليه بقول كده اولا الدولار رايح على فين الامام المهدي والكلام اللي الناس كلها بتفكر فيه وبتبحث عنه اليومين دول هنتكلم فيه اقسم بالله بكل صراحة وشفافية علشان انا شفت بعض الفيديوهات المضللة واجب علي بعد وصلنا لهذا الرقم من المشتركين ان يكون عندنا شوية من الايمان والمصداقية والحب للمتابعين والكلام بصفحة بيضة وصفحة كلها شفافية مفتوحة ليه انا بقول كده لان انت هتفهموا خلال هذا الموضوع اولا الفيديو ده مش محلي يعني انا مش بتكلم على مصر بس ولا الدول العربية انا هتكلم في العموم ثانيا انا مش رجل دين انا مجتهد وكل اللي موجودين على اليوتيوب كلهم مجتهدين لان ربنا مداش علمه الحد طب انت ليه عامل الفيديو ده طالما انت بتقول ان ربنا مداش علمه الحد لان انا بشجع ان انت تبقى فاهم ان انت تبقى دريان وخدت عهد على نفسي من بداية هذا العام مش هقول للمتابعين غير الحقيقة واحترامنا ليهم هيكون في المقام الاول لما يكون عندنا خمسمية وستين او خمسمية تلاتة وستين الف متابع فالواحد يحافظ عليهم ويخليهم في عينيه ويحاول دايما يكتهد زي ما كل الناس بتكتهد وكل الناس اللي بتقول ان دي مقدمات طويلة لا انا بطمنك ان دي مش مقدمة ده انا جاي اطمنك بالفعل في بداية الدخول عام جديد رغم المقاسي والغلاء والوباء والحروب جاي اطمنك بكلمتين تحطهم حلقة فودنك شان كده بقول لك خليك حافظ هذا الفيديو في البداية بطلب بقى من كل من يحب قناة مساء الاخبار وكل من يشاهدنا لو سمحتوا عايزين نعمل رقم قياسي في هذا الفيديو عايزين يعني 2000-3000 لايك لهذا الفيديو لو سمحتوا فضلا وليس امرا ده اللي بطلبه منك لو عجبك المحتوى وانت لسه جديد عايز تشترك فوق رأسنا من فوق اهلا وسهلا طيب الناس في اليومين اللي فاتوا دول شفت فيديوهات كسيرة جدا الناس بعتتها لي على الايميل وحطتها لي حتى في تعليقات عن ظهور الامام المهدي وتكلم عليه زي ما قلت في البداية انا لست رجل دين طيب من خلال الاجتهاد اللي انا عملته من خلال الكراءة ومن خلال البحث يا جماعة في علامات كسيرة جدا لم تظهر حتى الان طيب الحاجات اللي ظهرت في مكة المكرمة والناس اللي طلعت فيديوهات وقالت ان في حاجة في السماء وحاجة في السحرة وحاجة في المية وحاجة في النار دي كلها زواهر طبيعية عادية خالص خالص طيب هنرجع مع بعض كده انا بتكلم على النطاق بقى المحلي في مصر في عام الف تسعمائة تنين وتسعين كان فيه زلزال والعيازه بالله بيشبه زلازل يوم القيامة ليفتكر منكم اللي كان موجود اللي سمع عنه وايضا فيه زلزال كان في تركيا وايران كان يعني تمن درجات على مقياس رختر يعني والعيازه بالله علامة كبرى من علامات الساعة ودينا لسا عايشين اقول حد دلوقتي طب انا ليه طالع اقول الكلام ده علشان مش كل حاجة نسمعها نصدقها وزي ما قلت ده واجبي ان انا بعد كده هقول لك ايه اللي صح وايه اللي غلط ايه اللي تسمعه وايه اللي انت ممكن تشكك في الكلام ده طيب من العلامات الكبرى هي انتفاخ الاهل اللي هي الامر والنجوم وده لسا ما حصلش ده انا بتكلم بقى ايه مع الناس اللي هي بتحاول دايما بتدور وراء الحقيق وبتحاول تدور اما التلج اللي بينزل في مكة المكرمة والمدينة والمية والسيول انا عارف ان هي اشياء غير طبيعية ومتأكد جدا مليون في المية طب اللي بيحصل في امريكا وتجمد الحيوانات وكل هذه الاشياء اجماعة ربنا مداش علمه الحد حتى لو دي من العلامات الكبرى وهي مكتوبة فعلا في الكتب ونحن نؤمن بالاديان السماوية ولكن زي ما بقول لحضراتكم انا وانت وكلنا هتجي لنا على غفلة واذا استقام منهج من يفكر بهذه الطريقة استقام دينه ايضا وربنا يصلح حلنا جميعا انا ما بقولش كده بهاجم حد بعينه ولا بشوف اقسم بالله القنوات ولكن في حد بعتلي فيديو وهو خايف ومرعوب من النجوم المتوهجة واقصر نجم مش عارف لا يقارن يا جماعة ده تهويل لجلب المشاهدات انا بقول لحضراتكم والعياذ بالله انا كنت كنت والعياذ بالله وده مش هيحصل تاني كنت اتبع هذه النقاط انا بعترف لحضراتكم على الهوى انا بقول لكم ولكن ما منوش فايدة ما بيلمش حتى متابعين عندهم ولا لكن انا مبسوط جدا بكل واحد ووحدة موجودين عندي على القناة وبحترمهم وبحترم عقولهم وبحترم دماغهم طيب التوقعات طب اللي انت قلتها في الفترة اللي فاتت نسمعها ولا ما نعملش بها انا كل توقعات قلتها او كل كل كلام قلت على كل دولة او على كل حاجة اتكلمت عليها كنت بقول العلم عند رب العالمين مش بقول اهيت حققت وهي حصلت لان انا شفت ناس بتتكلم عن الجفاف في الفترة اللي فاتت وعن تجمد واستعدوا وفعلا خلاص احنا دخلين على المرحلة القصوى لا يا جماعة مش بالتهويل انا بقول لحضراتكم مفيش حد عارف كلها اجتهدات بما فيهم انا انا مجتهد فاولهم انا اول واحد انا مجتهد وكل الناس اللي بتشوف الظواهر الطبيعية بمنظور تاني هو اجتهاد ولكن زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله دعاءنا كلنا والصلاة طيب الدولار بقى رايح على فين للناس اللي كانت عملة تبعاتلي رسائل وبتسأل هل انا حوش دولار ولا اداء ولا حوش دهب ولا انا بحب اعمل ايه ولا ما حوش خالص ولا احنا اصلا ما عناش فلوس فاحنا رايحين على فين بص في مصر الحمد لله وبفضل الله يعني الحكومة المصرية وبقيادة رئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفعل تمت السيطرة على السوق السودة وعلى الغلاء وعلى اشياء كثيرة جدا خلال اليومين اللي فات وده اليوم الخميس اللي فات لحد النهاردة انا بكلم حضراتكم النهاردة عشان الناس تبع عارف التاريخ سبعة وعشرين اتناشر عشرين اتنين وعشرين فالحمد لله تمت السيطرة على السوق السودة وعلى الدولار وعلى الارتفاعات وعلى الاشياء اللي كانت ممكن والعياذ بالله تؤدي الى انهيار الاقتصاد المصري فالناس اللي بتقولنا برضو انتم مش بتتكلموا عن مصر لا بالعكس احنا بنتكلم على مصر لما بيكون في حاجة فعلا تتقال ودي تحية ما انا عارف ان ممكن الفيديو ده ما يوصلش يعني خمسين ستين الف مئة الف ولكن انا بتمنى يوصل لكل الشعوب العربية انا مش بتكلم باسم مصر بس انا بتكلم على مصر في خلال اليومين اللي فاتوا بالزبط يومين مش اكتر يعني الحمد لله قدرت مصر تحتوي موضوع الدولار تفيه ارتفاعات تانية امريكا هي المسيطرة على هذا اشيء فالخطر كله جاي من امريكا انا بحلل لحضرتك ولا انا اقتصادي ولا انا رجل دين انا بقولك على اشياء ومفاتيح وانت بدماغك تقدر تحلل الباقي لان انا بقول ان بالفعل كل واحد فينا دماغه غير التاني وانا لازم احترم دماغك في بعض الاشياء اللي ممكن فلكيا بتؤثر اه ده حقيقي الكلام ده حقيقي مش اي كلامه خلاص ولا ولكن في الاول وفي الاخر اللي عايزه ربنا هو اللي بيكون الدولار رايح على فين احنا بنتكلم على ان كان هيبقى فيه مشاكل كبرى في بعض الدول العربية ولكن بفضل الله ثم بفضل رؤساء والحكومات قدرت تلم المواضيع ده مش في مصر بس والاقتصاد اه فامريكا هو اللي متحكم في الرفع فالاشياء اللي بتحدث في امريكا هذه الايام والعياذه بالله لحد شهر ستة فيها استقرار لحد شهر ستة عشرين اتنين وعشرين فيها نوع من انواع الاستقرار لكن زي ما بقول لحضراتكم ده ممكن يحصل وممكن ما يحصلش فالعلم كله عند رب العالمين دي اجتهدات وإحنا حبينا نقول لحضراتكم بالشفافية الكاملة وبكل مصدقية لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو عايز اشوف دعائك عايز اشوف الدعاء بتاع الناس اللي هي مؤمنة بالفعل اللي هي مستنية تسمع هذا الكلام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب علشان خطر احنا يا جماعة مش عارفين ايه اللي هيحصل بكر فكل اللي بنقوله في هذه الايام ان شاء الله ربنا يعدي هذا الشتاء على خير ويجعل الصيف اللي جاي صيفا هادئا لان انت عايز الشتاء يمشي فممكن يمشي لكن هل انت عارف ايه اللي ممكن يحصل في الصيف والعايزه بالله ربنا يسترها علينا وعليكم وتكون سنة خير وسعد وفرح وسطر وده اللي بقوله في كل فيديوهاتي بشكركم جدا اسبكم على خير واشوفكم على خير وربنا يجعلها سنة خير عشرين تلاتة وعشرين على كل اللي بيسمعونا وعلى كل اللي مش بيسمعونا كمان ويريد تشيروا الفيديو ده لأكبر نطاق علشان يوصل لكل الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته